أحسن الله إليكم والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد عددا من الركعات وكذلك حث على قيام رمضان ولم يحدد عددا من الركعات وهو صلى الله عليه وسلم كان في نفسه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه المسلمين خلف أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم التراويح كان يصلي بهم ثلاثا وعشرين ركعة دل على أن الأمر واسع في هذا فإن أردت أن تفعل مثل ما فعل الرسول تقتصر على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة فإنك تفعل مثل ما فعل الرسول كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود وهذا إنما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يفعل هذا وأما إذا كان يأم المسلمين فإنه يراعيهم ويخفف عليهم ولهذا الصحابة لما جمع عمر المسلمين على أبي صلوا ثلاثا وعشرين ركعة فزادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقا بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذل حاجة فإذا صلى لنفسه يعني منفردا فليطول ما شاء ولا إنكار على من اقتصر على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاثا وعشرين أو أزيد لأن بعض العلماء يرى أنها أكثر من هذا أيضا فدل على أن الأمر في هذا واسع ولا حجرة على أحد في صلاة التراويح إنما هذا يرجع إلى نوعية صلاة التراويح هل هي طويلة أو ثقيلة أو هي مخففة فإن زاد في الركوع والسجود وأطال القراءة فهذا يقلل الركعات وإن خفف صفة الصلاة تخفيفا غير مخل فإنه يزيد في الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم